هاي كيف كنت بنا تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفي لبرج العقرب راح حاول احكي في عن مشاعر الحبيب نوايه ومستقبل العلاقة راح تحدث كذلك عن هزيب برج العقرب هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمالي طالع وفي امكاني ان تكون قراءة عكسي شوفك يا برج العقرب كأنه عندك حيرة او كان عندك ضبابية وشايف الحقيقة تجاه حبيب ما هذا الحبيب ممكن بيتصف بالجمال بيتصف بشخصية او بشكل الانسان الوسيم الحلو اللي ممكن يتمناه كل واحد بس ما يخفيه داخليا اشياء خفية جدا كأنه ما بتعرفه وكأنه بتحس انه مش صادق معك او عنده اشياء يخفيه عنك يا برج العقرب حاسيتك السادسة يا برج العقرب عم تخبرك انه في حدا ما عم يقولك الحقيقة ما عم يقولك الاشياء اللي عم يخفيه عنك اوكي بالنسبة لطاقة الحبيب عم شوفه هذه الاشياء اللي ممكن يخفيه عنك بالوقت الحالي ممكن هي عبارة عن خياني عم يخونك مع شخص اخر ممكن هذه هي الاشياء اللي عم تحسها يا برج العقرب عم شوفك ممكن يكون بيكذب عليك او لما بتحكي معه بيقولك لا انت حياتي انت الكل في الكل وانا ما عم يخونك ابدا وعم يكذب بكلام بس ممكن حتى قدلك تكون خيانة جسدية لهذا الشريك اوكي اوكي بالنسبة له مشاعرك تجاه هذا الشريك ممكن انت عم تفكر وعندك حيرة شديدة وعندك شكوك وعندك ظنون بهذا الانسان اا ممكن عندك نية او اا ازا ثابت هذا الاشياء عنه ممكن رح كسر هذه العلاقة ورح تنتهي بالوقت الحالي اوكي بالنسبة له هو مشاعر تجاهك اا ملخبط شوي اوكي ملخبط شوي اا ممكن هو مسابت لانو عم تشوف كذلك عنه في في علاقة مع شخص اخر اا اا الويل الفورشن كمان بتعني عدم الثابت في شيء بتغير هالانسان مشاعره مش تسابت تجاهك ممكن مشاعره مع اشخص اخر او عم يحكي مع حدا تاني اوكي بالنسبة كذلك لأشياء اللي ما بتحبه فيه ممكن هو إنسان عم يخفي يعني شخص غامض جدا وعم يخفي كتير أشياء عنك ما عم يبوح لعيلك كفية ممكن أوقات عم يبتعد فرد مرة وما بيحكي لك السبب بالنسبة للأشياء الإيجيبية اللي بتحبه فيه ممكن شخص بتحس معه بسعادة بتحس معه بألفة بتحس بأشياء كتير حلوة معه بالنسبة كذلك للأشياء اللي ما بيحبه فيك ممكن أنت بتخنقه أوقات أنت ممكن بتشك فيه بتغاري كتير بتحبه يكون معك بس ما يكون مع شريك آخر يعني كل اهتمامات وتنصب عليك بجرع أقرب هو هذه الأشياء عم تخنقه ممكن هو بالنسبة له العلاقة لازم تكون حرة جدا وممكن هو على ما أظن بيحب أنه يكون بعلاقات وبيكون مع أشخاص يحكي معهن ما بيحب أنه يكون بعلاقة جدية ويكون معك فقط بالنسبة للأشياء اللي بيحبه هو فيك بيحب فيك على أنه أنت جدا عميق هذا العمق فيك يا برج العقرب وهذا الغموض الذي فيك عم يجي يدبه بشدة وعم يخليه يتشبت فيك ما قادر أبدا يبعد عنك يحس أنه ما فيش يعني فيه أشياء موصل طلة بهذا الإنسان فيه أشياء غريبة عم تجذبني بهذا الإنسان عم يحس بأشياء عم تجذبه لعيلك بالرغم أنه شخص لعوب أو شخص بده يعمل علاقات كتير بالنسبة لانيته تجاهك ممكن هذا الإنسان بده قربك بده يحكي معك ما بقول أنه ما بيشعر بأشياء تجاهك بيشعر بس هذا الإنسان لسه تلعوب لسه تبده علاقات لسه تبده أشياء أخرى ما بيشوف الفكرة أو ما بيشوف العلاقات بمثل منظورك أنت يا برج العقرب أنت شخص وفي جدا وثابت جدا بتحب أنه تضل بعلاقة واحدة إلى مدى العمر ما بدك تغير أنه تعمل كذا شخص في كتير ناس عم تأخذ على برج العقرب على أنه لعوب جدا برج العقرب إذا حب ما بيحب أنه يعمل علاقات كتير بس إذا ما حب هون الفكرة خاصة لرجال عقرب أنا ما بيحكي عن النساء النساء عقرب وفيات جدا بس أنا بيحكي عن الرجال العقرب رجال العقرب إذا حب يحب وحدة لمزا العمر بالنسبة لنوايك أنت وبدك يا برج العقرب أنه تتصلح الأمور أنه يحبني هذا الإنسان أنه يكون مع بعض نكون سويا نكون يعني بعلاقة جميلة ليش كل هالمعساة وكل هالعلاقة السيئة أنت وبدك علاقة تكون فيها جميل وفيها حب وفيها عشق جميل وطيب وإلى مدى العمر تكون علاقة طويلة جدا لأنه برج العقرب برج وفي جدا بالنسبة للخطوة القادمة ما رح يعمل خطوة وإذاك عمل خطوة رح تكون هالخطوة رح تكسر لك قلبك يعني ممكن هو بيطلع ثلاث علاقات أوكي في علاقة ثلاثية في كذا ورأي بتطلع أنه في علاقة ثلاثية بهذا الشخص بعلاقة ثلاثية ممكن ما يعمل خطوة لإلك أو إذا أنتم مبتعدين فلساته هو بعلاقات إذا أنتم لساتكم مع بعض وبعلاقات أخرى فممكن هو لساته عم يلعب وعم يروح ويجي وكي بين العلاقات بالنسبة لمستقبل العلاقة مستقبل العلاقة ممكن نسبيا ممكن يكون هذه العلاقة تقول إلى شيء جيد ممكن مع الوقت يتغير هذا الشخص ممكن مع الوقت لأنه أنا بحكي عن مستقبلا ممكن يكون بعد سنة ممكن بعد سنتين ممكن ما بعرف شو بس العلاقة بمستقبل بعيد ممكن تتصلح ويحصل في سعادة بيناتكن ليش بقى ممكن هذا الإنسان يتغير ويغير أولويات ويغير كتير أشياء ويحس أنه أنت الشخص مهم جدا بحياته كذلك عم يطلع إلى أنه أنه هذا الشخص ممكن يكون مختلف عنك بكتير أشياء ممكن يختلف عنك دينيا ممكن يكون مش بنفس ثقافة البلد ممكن هو يكون ببلد آخر وأنت ببلد آخر يعني جنسيات مختلفة أو ممكن يكون كبير سنة أو أصغر منك يعني في اختلافات كتير كبيرة بالعلاقة هذه الاختلافات الكتير كبيرة هي اللي ممكن تخلي العلاقة مش ثابت جدا بالنسبة له بيقلك أنه لازم تظل متفائل في العلاقة عامة لازم أنه يكون عندك تفكير إيجابي وكمان لازم تتآمن بالحب وتآمن بالجمال ممكن ما يكون مع هذا الشخص ممكن يكون مع شخص آخر لأنه الطاقات ممكن شوفوا لما بيحكي أنا عن عبراج شهرية فممكن أنت بالنسبة لإلك يكون هذا الشخص بالمستقبل رح يرجع لإلك وفي بعض منكم يكون شخص أخرى هي اللي رح تكون بحياتهم لهيك أنا الورقة اللي طلعت هون أنه ما تقول أنه فشلة هذه العلاقة خلص علاقات الحب كلية تسيئة لا لازم تكون عندك يعني سواء بالعلاقة إذا أنت تعملت مع هذا الشخص إلا بالإحسان فستأتيك كارمة جيدة لإلك سواء مع هذا الشهر سواء مع شخص آخر يعني كل ما عملت خير رح تجني خير لهيك بيقلك أنه لازم تفكر بشكل من الإيجابية عشان ما تفكر أن الحيات هيك الحيات يعني فيها كارمة وفيها عدل بالرغم أنه ممكن حدا يظلمك بوقت ما بس بتدور الأيام ليحصل كارمة تبعه بيقلك أنه النهاية تبعها السياكل قربت تنتهي إذا هذه العلاقة لمدة وهي فاشلة جدا قربت أنه تلاقوا الحل أو ممكن تنتهي العلاقة نهائيا كذلك بالنسبة للطاقات اللي عم شوفها عم شوف برج العقرب عم شوف كذلك برج الجدي عم شوف برج الحمل برج الأسد لهيك عم يطلع لطاقات كتير شوي صعبة لأنه تقريبا برج الحمل وبرج العقرب برج الأسد برج الجدي كلهاياتهم أبراج شوي هيك صعبة لأنه محكوم من زحل ومحكوم من مريخ هيدا كل شي بالنسبة للعذاب بالنسبة للناس اللي بعلاقة رح نشوف الناس العذاب هل في شخص جديد بحييتهم أولو بالوقت الراهن ما في شي ممكن بالوقت الراهن لساتهم خسرو علاقة انتهيوا من علاقة لساتهم عم يلملموا جروحون ع شوي واخدين حتى كذلك فكرة على أن الحب انتهى وما في حب أنا انتهيت من كل هالعلاقات وما بدي علاقة أخرى أوكي ممكن كذلك لا هيك بيقلك الوراء أنه لازم تفكر بشكل إيجابي تجاه العلاقات أما بالنصيحة النصيحة أنه تخلي فكرك إيجابي تجاه العلاقات تجاه أي شي عشان تجدوا طاقة الخير أو طاقة للأشخاص الجيدين لعلك يا برج الأقرب هذا كل شي كان لعلك أتمنى عليك كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكوارب لقناة